صدر قانون الإجارات الجديد وأصدر معه المستأجرون صرخة رفض في مكانة صرخة فرج للمالكين هذا القانون بتفاصيله المعقدة ينص على تحرير عقد الإجار بعد تسع سنوات من صدوره يجري خلال السنوات الأربع الأولى زيادة الأجر 15% من قيمة بدل المثل أي القيمة التأجرية اليوم ثم 20% قيمة بدل المثل في السنة الخامسة والسادسة ويكون في السنوات الثلاثة التالية مساوياً لقيمة بدل المثل إلى أن يحرر عقد الإجار بعد تلك من دون أي تعويض على المستأجر أما عند طلب الإخلاء الفوري فهناك حالتين الأولى وهي إذا كان بالسبب الهدم وعلى المالك أن يدفع ستة أضعاف بدل المثل أما السبب الآخر وهو للضرورة العائلية فيدفع أربع أضعاف بدل المثل معادلة حسابية صغيرة ربما تبسط الفكرة إذا كان المستأجر يدفع خمسمائة ألف ليرة في السنة بدل إجار بعد تخمين سعر إيجارها الحالي بحسب المنطقة والحي يتضح مثلاً أنها تساوي عشرة ملايين ليرة في السنة عند إذن يحتسب 15% من فارق الإيجار القديم والجديد أي مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ويضاف إليها الخمسمائة ألف وهي الإيجار القديم فيدفع من الملايين العشرة مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة هيدا القانون اللي صدر مع أني كل عمر يقول يمكن المالك مغبون واللي بتريديه بس القانون مثل ما هو صادر قانون معقد مشربك بدوا يخلق في رأي المتواضع عشرات الآلاف من الدعاوة بعدين مكلف بيجي بنص إنه المالك بيعين خبير مهندس خبير محلف لدى المحاكم يعني أداء إجر خبير مهندس وخبير تخمين وبس يقدموا تقريرهم بدوا يبعد وسط كاتب العدل للمستأجر مستأجر إذا ما عجبوا معه الشهرين بيعين كمانا هو خبير أما بالنسبة إلى الدعاوة المقامة قبل إصدار القانون التي لم تبت فإن مراجع قانونية تحدثت عن تنقض في مادتين في هذا القانون وأخرى فسرتها بأنها قانونية مئة في المئة المادي خمسة وخمسين عم بتقول إنه بيطبق القانون الذي أقيمت الدعاوة في ظله مثلا دعوة إسقاط من حق التمديد مستأجر ترك مأجوره وقدمت أنا عليه دعوة بوقتها مثلا من سنتين قدمت عليه دعوة القانون اللي بده يتطبق هو القانون اللي بوقتها كان سري من سنتين بينما الفقرة دال من مادة 32 عم بتحكي عن دعاوة الاسترداد مثلا استرداد للضرورة العائلية هالدعوة صحيح أنه أقيمت من سنتين أو من ثلاثة أو من أربعة ولكن عم بيجي المشترع يقول إنه هالقانون هيدا هالنسب المئوي اللي هلأ حكي عنا بها القانون اللي صدر من يومين هي اللي بتتطبق هذا القانون أيضا استحدث صندوقا لدعم محدودية دخل من المستأجرين لمدة زمنية محددة شرطة لا يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور فعلا بيشبه كل السندي بيشبه مجلس الجنوب بيشبه صندوق المهجرين بيشبه العليا للإغاثة يعني من خلاله رح يتم اختلاص وصارقة كمية كبيرة من المال العام اللي بيدفعوا كل اللبنانيين لتوزيعوا على فئات معينة وفق مصالح الحاكمين في البلد نعرف أنه في ناس كتير رح يصيروا عاجزين عن دفع بدلات الإيجار وبالتالي بيحتالوا لا يستفيدوا وسيستفيدوا من هذا الشيء وإن كان يمثل هذا القانون عقدة للمستأجرين فإنه بلا شك نعمة على المالكين الذين ينتظرونه منذ عام 92